في اطار التطوير الشامل الذي تشهده شبكة الطرق على مستوى الجمهورية والتي احدثت انسيابية مرورية كبيرة على كافة المحاور فقد تم رفع كفاءة طريق الاسكندرية مطروح الساحلي ليصبح ست حارات مرورية للطريق الرئيسي واربع حارات للدعم من الكيلو مية واحد الى الكيلو مية ستة وخمسين كما تم انشاء تسعة كباري دورانات لتسهيل حركة السيارات دون اللجوء الى التقاطعات المباشرة كل كبري من كباري الدورانات مزود باربع مطالع واربعة منازل لخدمة الاتجاهين قائد المركبة يسلك الكبري من اي اتجاه من خلال مطلعين الداعم او الرئيسي ليكون امامه اربعة اختيارات اما منزل الطريق الداعم او منزل الطريق الرئيسي في ذات الاتجاه او الدوران ثم يسلك منزل الداعم او منزل الرئيسي في الاتجاه المعاكس تم وضع لوحات ارشادية لتوجيه المواطنين الى المطالع والمنازل الصحيحة كما كثفت وزارة الداخلية من خدماتها المرورية لتحقيق الانضباط المروري وتوجيه قائد المركبات الى المسارات الصحيحة على طول الطريق وتم تزويد الطريق بمنظومة كاميرات مراقبة ورادارات ثابتة ومتحركة لتحقيق الانضباط المروري وضمان الالتزام بالسرعات المقررة وتهيب وزارة الداخلية بقائد المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور واللوحات الارشادية على طول الطريق حفاظا على الارواح والممتلكات